وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكنا منها ربدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أنعم الله عز وجل على آدم عليه السلام نعم لا تحصى ولا تعد خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة حية وتكريمة ثم زاده نعمة الجنة يسكن فيها وزوجا يسكن إليها قال الله عز وجل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وضمن لهم رغض العيش ولا تدنو ولا تقترب من هذه الشجرة المحرمة عليكما حتى لا تكون من الظالمين والمعتدين يا آدم نداء لتشريف آدم عليه السلام في الملاء الأعلى وعلشان تشعر بهذا التشريف تخير حضرتك مع ملك ويندع عليك باسمك في وسط الحشية بتاعته هيكون إيه شعورك وهذا ملك الملوك ينادي على آدم في الملاء الأعلى ويقول يا آدم فأي قدر من التشريف ناله آدم عليه السلام يا آدم اسكن لماذا قال الله عز وجل اسكن ولم تكن أقم اسكن ده دلال على أن السكن مؤقت وليس دائم فهو محل اختبار وابتلاء من الله عز وجل لآدم عليه السلام أنت وزوجك لم يذكر في القرآن الكريم اسم حواء مطلقا ولكن ذكر في السنة النبوية المطهرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لآدم وحواء وسميت حواء بهذا الاسم لأنها أقذت من حي اللي هو ضلع سيدنا آدم قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أين تقع الجنة؟ هل هي جنة الخلط؟ أم جنة تقع على الأرض في مكان مرتفع؟ وما اسم هذه الشجرة المحرمة؟ هل هي شجرة التين؟ أم التفاح؟ أم العنب؟ أم البر؟ ما فيش إجابات للأسئلة دي في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة فهي من العلم الذي لا ينفع ومن الجهل الذي لا يضر لا تقرب هذه الشجرة إذا كان مجرد الكرب من الشجرة يعتبر ظلم وعدوان فأكيد الأكل من هذه الشجرة المحرمة أشد ظلما وعدوانا وده يرجع لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه وده من باب سد الزرائع معنى الجنة في اللغة هو البستان الوافر الأشجار التي تجري من تحتها الأنهار وحتلقيها جمعت بين الثمار اللذيذة والظلال الوافرة والمناظر الجميلة الخلابة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول أن الأصل في نعم معطاء الربوبية هو الإباحة فالمباح كثير والممنوع قليل ده ينطبق على الجنة وعلى الأرض ويقول أيضا رحمه الله أن الآية الكريمة دي فيها أول منهاج عملي لآدم عليه السلام قال تعالى وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة دي قاعدة افعل ولا تفعل ويسأل الشيخ الشعراوي من ظلم آدم بارتكابه للمعصية ويجيب أكيد ظلم نفسه لما عصى الله عز وجل فآدم عليه السلام لما عصى أمر الله عز وجل أخرج من الجنة ورغد العيش وأنزل للأرض يكد ويسعى ليحصل على قوت يومه وكنا بنسمع زمان أن الجنة من غير ناس ما تندس تخير الزوجة الصالحة اللي ترفقك في الجنة إن شاء الله جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر